سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله صحابة أجمعين وبعد كما عنوان أخونا الشيء عمار حزاو الله خير إلى هذا اللقاء بنسف قواعد الحلبي وهذا الموضوع قبل فترة وعدنا الناس به وأعددت له إعدادا يعني مناسبا نوعا ما ولكن لظرف صحي ما أستطيع أن أوفي الموضوع كاملا إنما إن شاء الله تعالى أطرق فيه بعض المسائل المهمة والقواعد التي ينبغي التنبه إليها والحذر منها وأدع بعد ذلك إن شاء الله المجال لأخينا الشيخ مزمل لإكمال ما تبقى قواعد الحلبي التي وضعها الغرض منها تأسيس منهج مشى عليه من سبق الحلبي وله رفاق في الخاري منهم أبو الحسن المعربي دل يرد عليه شيخ ربيع ورسلان وغيره وأيضا عدنان العرعور هذا من رفاق الحلبي وأيضا المغراوي وأبراهيم الرحيلي أو إبراهيم الرحيلي برضو من أعوان الحلبي في هذه القواعد والتأصيلات الباطلة على أي حال معظم هذه القواعد اللي أسس لها الحلبي ويجتهد في التنظير لها هي في نهاية الأمر عبارة عن إفرازات لقاعدة واحدة كل قواعد الحلبي هي إفرازات لقاعدة واحدة وضعها حسن البنى وهي القاعدة اللي عند العلماء تسمى لقاعدة المعذرة والتعاون وكل الشر الذي دخل على السلفية اللي أدخلوها أولئي المفسدون كان بسبب هذه القاعدة والقاعدة عندها أطراف وعندها استعمالات في جوانب كثيرة جدا الحلب استخدم منها من هذه القاعدة عنده منها نصيب وافل زي ما حيجينا إن شاء الله تعالى طيب قائد الحسن البنى تقول نجتمح فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وشوف كل الفرق المنتسب للسلفية اليوم وتدعي السلفية وخالفت وانحرفت اعلم أن عندها من هذه القائد نصيب كل هذه المجموعات خذ على سبيل المثال أنصار السنة جمعية الكتاب والسنة مجموعة الصافية اللي هما مجموعة مختار البدري وأتباعه تلاميزه أو من هم تبع له زي مجد أبو سفيان وداك حسن حامد بتاع اللاماب ومن حجازي دبي جاي مما المجموعة دي كل هؤلاء لهم نصيب من هذه القائدة أو أخذوا منها منهم ناس بيأخذوا كثير منهم بيأخذوا قليل قبل أيام لما جابوا نائب رئيس أنصار السنة في التلفزيون اللي هو الدكتور محمد الأمين إسماعيل وسألوا عن المولد فكانت إجابة إجابة إخوانية واستخدم فيها الرواغان الإخواني نحن والصوفية مصادرنا واحدة متفقين على الكتاب متفقين على السنة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بالمولد فيه خلاف فيه خلاف مشاق الدام أصل لقاعدة حسن البنة لكن بعبارات تانية إنه نحن كلنا بخير والأمة بخير وبعبارات أنا ما أذكر نص العبارات لكن هي عبارة عن تأصيل لقاعدة حسن البنة اللي هي نعمل جميعا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أضرب لكم مثال آخر قبل فترة أنصار سنة وأنا بركز على المرض الأكبر وإن كان الحلبي وجماعة عندنا هنا في السودان أتباعوا هم سمون جماعة الصافية دي الأتباع الحلبي الرأس كده الرسميين كويس؟ أو الوكيلة الشرعية أو الحصر أو اللي سموشهم الوكيلة الحصر فتاع الحلبي أنصار السنة أنا بركز عليهم لأنه هم الخطر الأكبر على البندي صافة دين ما كلهم شلاليات شو اللي هنا في الحاج يوسف وسبعة تمانية في اللاماب المهم وكده المهم عداد كده بسيطة في النهاية ما عندهم أثر في الواقع الدعوة في السودان صار السنة عمل مهتمر لمحاربة الشيعة تمام؟ المهتمر دعوا فيه دعاة من كافة صنوف أهل البدع من الصوفية اللي هو عصام البشير صوفي يمدح البرعي في مسجد النور دعوا فيه كبار التكفيريين والمبتدع كأمثال اللمين الحاج ودعوا فيه من كبار التكفيريين في العالم رجل يسمى ياسر برهامي من أخطر التكفيريين بل ياسر برهامي يتفق مع الشيعة في أربع من أصولهم الكبرى جايبينه شاني حارب منه الشيعة طيب ما هي القاعدة؟ أنا دارك بس تفهم معاي لأنهم بهربوا من نص القاعدة وبيقعوا وبيعملوا بفحواها وما في فريق بين كونك أنت أنكرت نص القاعدة وعملت بمقتضاها ما في فريق إذن هي هي فهنا الحلبي في الكتاب بتاع هذا ينكر نص القاعدة يقول هذه القاعدة قولناها يعني إحنا ما بنقولها وما بنوافق عليها مشى في صفحة تانية قرر القاعدة هي مستخلصة من قائدة المأذرة والتعاون وده أسلوب المراوغة والتلبيث عند الحلبي إنكر المسألة هنا بيسم معين لأنه الآن لو قال بقاعدة المأذرة والتعاون كل زول حيعرف خلاص ده أخو مسلم إما تقول نعمل جميعا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا وبعضا فيما اختلفنا فيه خلاص أخو مسلمي إذن بعرفك لكن ينكر القاعدة ويعمل بيها ويقول بمقتضاها الآن لو سألتك سؤال اجتمع أنصار السنة اللي عمله أو هذا المؤتمر لو سألتك سؤال بسيط بيمشي على أي قاعدة ما هم اجتمع صوفية وإخوان مسلمون وتكفيريون وأنصار سنة الأربعة ديل اجتمعوا ضد من؟ ضد الشيعة على أي قاعدة؟ على قاعدة المأذرة والتعاون هم يقول لك لا ما عن القاعدة طيب على أي قاعدة؟ إذا قلت على قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يجب عليك أنت تنكر على الناس المعاقدة ذاته لأن الناس المعاقدة منهم القبوري وما هو الفائق بين عقيدة الشيعة وعقيدة القبوريين من حيث الكفر والضلال الفريق شنو؟ الفريق؟ يعني قول الشيعة القرآن محرف تمام؟ يقول لك الغرآن محرف القول هذا كفري ولا لا؟ هذا كفري طيب قول الصوفية إنه يجوز دعاء غير الله أو دعاء غير الله كفر ولا ما كفر؟ طيب الفريق شنو؟ إذن ما عندك مخرج إلا تقول اجتمعنا من باب نتعاون فيما اتفقنا عليه صوفية وأخوان مسلمون والتكفريون قد يتفقوا على الشيعة في مسائل بالنسبة هم بيناتهم ذاته هم بيناتهم لو فتشت أي واحد في تفاصيل مذهب الشيعة هم بيتفقوا مع الشيعة في الشياء لكن مثلا ممكن تقول كلهم بينكروا كون القرآن محرف لكن في التفاصيل الشيعة بيسبوا الصحابة صح؟ الأخوان مسلمين بيسبوا ألا ويسبوا بيسبوا الأنبياء كمان نموذج سيد غطب الشيعة بيغلو في علي والحسين والحسن رضي الله عنهم الصوفية بيغلو في منه؟ بيغلو في منهم دون هؤلاء ما يستحق الأفضل ولاية فضلا عن يكون آلهة مع الله سبحانه وتعالى فشوف بيتفقوا معاهم في التفاصيل على أي حال هذه القاعدة اللي ذكر حسن البنى كل هذه المجموعات لها منها نصيب وأقل الأنصب من هذه القاعدة أقل ناس أخذوا منها نصيب هم الذين ينظرون ويرون المنكر ولا ينكرونه دين أقل ناس ممكن واحد يجي يقول لك نحن القاعدة دي قاعدنا ننكره ونروض عليها أيوة لأنه لما مشيت في السعودية في بعض العلماء أو طلاب العلم بيظنوا إنه ناس الجمعية فيهم خير أو بعضهم لأنه بقول لك دين ما أخذوا زي أنصار السنة بالمناسبة أنصار السنة عند المشايخ كل اللي قابلتهم أنا طلاب العلم معروفين بأنهم منحرفوا كلهم أنا ما قابلت واحد من طلبة العلم المشهورين أو المشايخ الكبارة العلماء إلا وقال لأنصار السنة منحرفة من سنين طويلة جدا من زمن الهدية لكن بيقولوا ناس الجمعية ماذا يوم شوية أحسن ده بعضهم ما كلهم في كثير منهم معارفين الجمعية ذاتا حرفت المهم نحن بنوجه سؤال لأي إنسان ظني في دي الخير نقول له ما هو موقف الجمعية اليوم مما تفعل أنصار السنة موقف شنو انت لو قلت الجمعية ما يلزم يبين موقف من المنكرات البتعمل فيها أنصار السنة أو غير من الإخوة المسلمين إذن كده انت قلت بجوز من هذه القاعدة بجوز من هذه القاعدة لأنه بدعاونوا معاون ولا ما بدعاونوا كلهم الآن في الساحة واحد كلهم في الساحة تلقى مؤتمر تقيم الجمعية الدعاة الفيوم هم دعاة أنصار السنة مؤتمر آخر تقيم أنصار السنة تلقى الدعاة الفيوم هم دعاة الجمعية مشاركين أيضا زي ما عملوا مؤتمر عن مسألة الحاكمية والتشريع المتحدث الرسمي فيه كان دكتور الهواري ده بتاع المجلس العين بتاع أنصار السنة ومن المشاركين والمناقشين دكتور آآ خالد عبداللطيف ده من أنصار السنة الجناحة الثاني المركز العام من المناقشين الثالث المناقش عثمان الحبوب رئيس جمعية الكتاب والسنة وين كانت انشقته ذاته بكتازنا جمعية جناح الحبوب وجمعية جناح صلاح الأمين كويس؟ اتنين بيقوا ذاته على أي حال المناقشين مع بعض والشيوخ واحد وبأيد بعض بل الكلام اللي قالوا في مسألة التشريع ومسألة الحاكمية كان كلام الهواري وإن كان هو أسوأ وهو أخبث كان كلامه خيرا من كلام الحبوب كلام الحبوب هو نص كلام السرورية بالنص ونفس الاستدلالات اللي نحن بنناظر عليها السرورية في الجامعات وفي المساجد وبنحاربهم وبنحذر منهم باستدلالات والشبهات دي نفس الشبهات يجيب الحبوب جاب الشبهة بتاعت كلام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في التشريع العام وقال إنه التشريع العام كفر أكبر مخرج من الملة ومشى تاني جاب الاستدلال بقضية كلام أحمد شاكر في مسألة التشريع العام وهذه الشبهات الآن اللي بنروج لها والبيحملها والبي يغزي بها الشباب هم السرورية خلاصة الموضوع أنا ذلك تمتبع معي لهذه القاعدة قاعدة فلنعمل جميعا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه القاعدة دي طبقوه حتى وصار السنة أضيك مثال آخر وأنا بركز على لأنه دا المرض الأساسي الحلبي لما لما جاء السودان نزل عين محمد مصفى صحيح؟ طيب و حمد مصفى بيقى بدافع عنه صح؟ طلع مقطع الحلبي من كبار العلماء وثقة وأنا أحب ولا ما أعرف شنوه وكلام طويل جدا دفاع عنه رغم أنه سبحانه شوف الرجل دا عجيب كيف نحن قعدنا معاه قبل أيام من كلامه دا ما تم شهر معي شيخ مزمل واحد من تلاميذه تابع للحلبي وأصلا كان سبب الجلسة تلميذ دا إنه دا مضعصب للحلبي وجاء يقعد جلسة بتاعت مناصحة والشيخ يكون حكم بيناتنا جيبنا الكتب الكتاب دا ذاته شايله أنا الآن دا دا بتاع الحلبي منهج السلف الصالح كويس؟ وذكرنا الغواعد وكان محمد صفى بتابع معنا قاعدة غاعدة وأي غاعد يقول لنا قاعدة الأخوان المسلمين وده كلام الأخوان المسلمين وانت ترجع من الكلام دا لتلميذه دا والله بهذه الطريقة كل القواعد تابع معنا واحدة واحدة أول ما جاء الحلبي ما بعرف الحلبي بالضبط عمل له شنو أول ما جاء قال ذكروا لي مسائل والمسائل دي شنو ما عارف ما سابت ولا شنو والحلبي عالم كبير والأشياء دي تبين إنه ما بقول بها ما بقول بها طلعت لك من الكتاب وهو كان بناقش من الكتاب كتاب في يده بناقش في تلميذ وشان يغنعونه دا باطل دا قول الأخوان المسلمين انقلب بيقى بدافع عنه على أي حال الشاهد اللي دار دار صليه أنا الشاهد شنو محمد مصطفى قال كلام القبيح في الصحابة تعرفوا كلكم صحابة غاتل في السلطة وجرى ما جرى من الكلام الطويل والنقاش في الموضوع دا والردود إلى آخره أنصار السنة يتبنوا محمد مصطفى ويدافع عنه وهو يتبنهم ويدافع عنهم نسأل أنصار السنة سؤال هل كلكم إدتوا عقيدتكم في الصحابة هي عقيدة محمد مصطفى ما واحد من الاتنين يأي ما تكون كلكم عقيدتكم نفسي عقيدته وتكونوا كلكم سبابي للصحابة أو تكونوا بتختلفوا معاه إذا انشغالين بالغايدة دي ولا في خيار تاني يا متفقين معاه خلاص قولوا لينا متفقين معاه شأن احنا نعتبركم كلكم امتداد للمدى الشيعي في السودان والعياذ بالله أو انتوا بتختلفوا معاه لأنه دي مع قضية اجتهادية هل دي مسألة اجتهادية يا أخوان من المسائل اللي ممكن يختلف فيها العلماء ويكون فيها قولان عند العلماء أبدا القول فيها واحد لأنها من مسائل العقيدة أفتحي كتاب من كتب العقيدة تلقى المسألة دي منقررة ابن تيمي يقول هذا من الإجماع مش كده الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الكلام وحكاية الفتنة بس كونك تجي تتكلم عن الفتنة حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا من غير ما يكون رد على إنسان منحرف أو دفاع عن الصحابة أو كذا مجرد نشر هذه الأخبار نشرها وإذاعتها والكتابة عنها أو تعمل لك أشرطة فيها هذا ممنوع عند العلماء لأن الواجب بالإجماع السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن يا أخواننا لما تفهم هذه القاعدة قاعدة المعذر والتعاون قاعدة الإخوان المسلمين تعرف أن هذه الجماعات البتدعي إنها سلفية دخل عليها شنو منهج الإخوان المسلمين دخل عليهم إذا كانوا عارفين أو ما عارفين والغالب في رؤوسهم والزعمهم يعرف هذا المنهج ويدبنوه عن فهم طيب إذا فهمنا إن هذه القاعدة الأم والأساس يبقى الحلبي حور هذه القاعدة وجعل منا قاعدة ذي يبركز على جدا يقول قال وهذا نفسه معنى لما أكرره دائما من قولي لا يجوز أن نجعل خلافنا الاجتهادي خيل معي سموه خلاف اجتهادي المعتبر نحن أهل السنة في غيرنا يعني لما نختلف في زول غيرنا غيرنا ذا بنغوسين ممن خالف السنة خطة نقطتين فوق بعض من مبتدع لما نختلف في مبتدع ركزوا معي أخوانا الكلام دا دقيق لكن إنت لما تفهم حيتبين ليه خطورة الحلبي قال خلافنا في غيرنا غيرنا الخالف والسنة يا توم ديل قال من مبتدع مبتدع عديل أو سني وقع في بدعة نحن الناس اللي بنختلف فيهم مثلا نحن مختلفين في اتنين واحد منهم مبتدع عديل مبتدع رأس في البدعة زي سيد قطب مبتدع ولا لا ولا في زل عنده رأي من جبعة الحالة بقاعد هنا سيد قطب مبتدع بالاجماع مش بيجمع بيجمع القاعدين يعني طيب أو سني وقع في بدعة لو سلمنا معاه جدلا إنه جماعة ديل اللي بتكلم عنهم من باب سني وقع في بدعة زي مثلا إبراهيم الرحيلي دا لو سلمنا معاه جدلا وإن كان علماءنا بقولوا إبراهيم الرحيلي دا أصلا أصوله مبتدعة من الأصل من الأول طيب يا نوعين قال لما نختلف اختلاف زي دا قال لا يكون سببا في الخلاف بيننا نحن أهل السنة يعني لما يختلف اتنين واحد يقول سيد قطب مبتدع والتاني يقول لا سيد قطب ما مبتدع سيد قطب سالفي قال الخلاف دا ما يكون سبب للخلاف بيننا كلام دا باطل ولا ما باطل دا من أبطل الباطل من أبطل الباطل لأنه في هذا إلغاء للولاء والبراء بين أهل السنة وأهل البدع وهذه المسألة من المسائل التي لا نزاع فيها عند السلف الأوائل أن من يدافع عن أهل البدع يلحق بهم قل لك كيف يعني أسا الحالة بدائر نجي نختلف نحن نفرين في السودان البرعي مبتدع ولا ما مبتدع واحد يقول لك لا البرعي ما مبتدع وإنت تقول البرعي مبتدع لا خلاص هذا خلاف لا يؤثر بيننا سوا سوا وكلنا مع بعض وما في مشكلة بيناتنا دي سلفية دي فوضى كده نكون رجعنا لأغاية الأخواء المسلمين ولا لا نكون رجعنا للمربع الأول بتاع الأخواء المسلمين إنه يكون مننا من يرى أن المبتدع سلفي وواحد يرى أن هذا مبتدع وكلنا هذا الخلاف لا يؤثر بيننا هذا من أبطل الباطل ومن القواعد المنكرى طيب ده كلام الحلبي في كتابه منهج السلف الصالح الصفحة تلتمية تلتمية ستة وعشرين وفي كم موضع ذكر هذا الخلاب طيب القائدة الثانية من القواعد المحدثة المنكرى هي قائدة الموازنة بين الحسنات والسيئات في نقد الأشخاص اللي من القواعد البروجلي أدباع الحلبي الموازنة أو الموازنات يقول لك لو انتغطت شخصي معين لا بد تذكر حسناتي وبعد ذلك تذكر ما عليه من السيئات يقول لك لا بد من الموازنة هذا من الباطل ليه لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن تكلم عن أشخاص وتكلم عن طواغيب وما ذكر لهم حسنات وإن كان عندهم حسنات ربنا ما تكلم عن حسناتهم ربنا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا ما تكلم عن حسناتهم إنهم حسنات لا شك طيب المولى تبارك وتعالى تكلم عن اليهود وتكلم عن النصارى ما ذكر لهم حسنات إذن العلماء قالوا في باب النقد في باب النقد تذكر الخطأ فقط وفي باب التحذير يعني أنت دار تحذر من زول تذكر فقط الخطأ ليه لأنه ذكر الحسنات بيغرر بالمستمع لما نجى أقول لك البرعي أطعم الطعام أكل الناس الكسرة وزوج للشباب وحفظ ناس قرآن لكن عنده شركيات وعنده ضلالات وعنده انحرافات الإنسان غالباً الزول الجاهل لما يسمع كلام زيدا هل حيُعجب بحسناته ولا حيُساء بسيئاته في الغالب حيُعجب بحسناته يقول لك يا أخي مدام زول حفظ الغرآن ومدام زول أطعم الطعام وكده خلاص معنى زول كويس الحاجات البسيطة دي خلوه يا أخوانا تبشي كده مغمورة في بحور حسناتي كويس لذلك العلماء وهنا الشيخ إبن باز حفظه الله تعالى أو رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه القاعدة قال سألوا عن ذكر محاسن المحذر منه أو المتكلم فيه والمنتقد قال لا ما هو بلازم ما هو بلازم ما يلزم تذكر وذكر العلماء كتب النقد زي كتاب الضعفاء للبخاري الكتاب شوف العنوانه الضعفاء ما قال لك الضعفاء لكن إنهم حياة تانية كويسة الضعفاء وكتاب الضعفاء للعقيل كتاب الضعفاء للنساء وهكذا العلماء ينتقدوا يذكروا المنكر فقط طبعا هم ما بلبسوا عليك بشبهات بشبهات واهية جدا واحد يمشي طوال يجر في كتاب سير علام النبلاء يجيب لك مواضع منه يقول لك الإمام الذهبي يقول هذا مثلا حافظ وضابط وثقة ومطقن ورافضي يقول لك شايف ذكر حسناته وذكر إنه رافضي أولا دل ما يفهمه هذا لا يعني ذكر الحسنات مع السيئات إنما هذا في باب الترجمة والتأريخ وباب الترجمة والتأريخ يختلف عن باب النقد كويس الترجمة يذكر كل ما للشخص وكل ما عليه يعني يقول لك الزلد درس كذا ودخل بغداد في كذا وخرج منها في كذا وجالس فلان وجالس فلان وحفظ كذا وتعلم كذا ورافضي ده ما في باب النقد حسناته سيئات هذه ترجمة للرجل ترجمة كاملة يسرد لك كل ما له وكل ما عليه ده ما موضع نزاعنا نحن موضع نزاعنا في التحذير من الرجل تحذير منه تذكر فغط السيئات النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الخوارج قال كلاب النار قال شروا قتلى تحت أديم السماء حتى فضائل من الذكره هل ذكر من باب إنه عندهم حسنات عندهم سيئات والذكر من باب إنه رغم ما عندهم من العبادة والزهد وقراءة القرآن رغم ده هم لما ضلوا بيقوا كلاب النار شأن كده على السنة بذكره من الباب ده وقل لك عنده كذا وعنده كذا وهو رافضي خبيث لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه شنو حباء منثورة لأنه ده عمل ما ينفع الإنسان ما ينفع شأن كده ذكر الحسنات والسيئات في النغض مع بعض قد يغرر بالناس لذلك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال ثناؤك عليه أشد من ضلاله لما تثني على زول سليل أجي أتكلم عن البرعي وأمدح إليكم في الأول السناء علىه ده بيضل للناس لكن إذا كان يا أخواننا المنتقد من أهل السنة والجماعة أنتبهوا لدي إذا كان من أهل السنة والجماعة زول فيه خير لكن زل في مسألة فهنا لا عيب أن تذكر محاسنه تذكر محاسنه وتعرف الناس بفضائله وإنت ما داير تلغيه تماماً أو تحذر منه لا أنت داير فقط تذكر للناس أنه العالم ده أخطأ في المسألة دي وهو عالم وإمام جليل وكذا 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 لكن زلت به القدم في هذه المسألة وهو على خير طيب أنا حقيقة ما أقدر أمشي أكثر لعل أكتفي بوحدة قائدة التثبت من أخبار الثقات دي القائدة بذكر الحلب كثيراً التثبت من أخبار الثقات يعني زول لو ثغة جاب خبر عند الحلب لا بد يثبت منه برضو طيب القائدة دي خطورة اشنو وهو دار يصل بال اشنو هذه القائدة اللي وضع الحلب أولاً هو دار يصل بها لأنه لو نقلت عنه هو أو عن واحد من محبيه نقلت عنه خبر أنه قال أو فعل ما يقبل هذا الكلام عشان ما يقبل يقول لك ده خبر منقول ولا عندك ما يثبت تقول لك ده خبر منقول أنا سمحت الزول اللي قال كده يقول لك لا 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 بد من التثبت لا بد من التثبت طيب خطورة الغاعدة دي وين خطورة الغاعدة إنه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر اتنين خبر الفاسق وخبر شنو العدل الثغة تمام ربنا قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الشيخ عبيد قال نص الآية نص الآية على إنه ما يتثبت من شنو من خبر العدل يتثبت من خبر الفاسق يتثبت منه ومفهوم الآية بيدل على شنو إنه ما يتثبت من خبر الثقة العدل طيب خطورة الغاعدة دي إنه يلزم منا إعادة النظر في كل ما نقل من كتب الحديث لأنه زمان السلف ببنه على شنو قل لك هذا ثقة خلاص يقبل خبره بقعة الحلب دي نرجع تاني نعيد النظر في صحيح البخاري ونعيد النظر في صحيح مسلم وسنن النساء وعبي داود والمستدرك كله نعيد النظر فيها لأنه منقول بأخبار الثقات وعند الحلب لابد نثبت من خبر الثقة وحرف كلام للسعدي يطول نقله هنا في الكتاب بتاعه دا موجود حرف تحريف مشين ومخل وهذه طريقة الحلبي يحرف الكلام في الكتاب دا هنا عنده أنا حددت مواضع حرف كلام ابن تيمية وبتر وكذب عليه كلام ابن باز حرفوا وبتر وكذب عليه كلام السعدي حرفوا وبتروا وكذب عليه كلام الصنعاني كل هؤلاء يحرف يبتر لشان أصل لقاعدة في هوا وهو فهذه القاعدة قاعدة تثبت من خبر الثقة قاعدة باطلة وفيها اعتراض على نص القرآن وعلى دلالة القرآن يلحق بهذه القاعدة أختم بها يلحق بها مسألة أخرى يتشدق بها أتباع الحلبي اللي هي يقول لك فرق بين حكم الثقة وخبر الثقة يعني الفهم شنو بفهم بسيط لما زولي جيب لك خبر إنسان ثقة ضابط ما بكذب وبيضبط الكلام بشروط الثقة المعروفة جاب لك خبر قال لك يا أخي أنا سمعت فلان الفلاني آه يقول بجواز الخروج على الحاكم ده خبر صح؟ خبر إخوان أنتم بركزين معي ولا مع الزول الماشي؟ زولنا قال لك خبر قال لك في الجامعة على الجنبنا ده سمعت واحد اسمه محمد زين الدين بيتكلم قال الخروج على الحاكم جايز وكلام السلفة اللي بتسمع فيه ده كله باطل والأحاديث ما بناخد بيه بيدعة ولا ما بيدعة بيطلع بره أهل السنة لا بيطلعه يطلع بره أهل السنة ده خبر الحكم شنو؟ الحكم اللي بتبني على الخبر ده كويس؟ الخبر ممكن بس ينقول لك خبر وممكن كمان يبني لك على حكم يقول لك هذا الرجل مبتدع إذن فيه فريق من الحكم والخبر ولا ما فيه فيه فريق لكن انت عشوفون ده يفرقوا كيف الفريق عند أهل السنة أن الخبر نقل والحكم قضاء يعني أنا بنقول لك خبر بقول لك الزول ده قال كده بس نقلت الخبر وسكتها واحد تاني بقول لك الزول ده قال كده وهو مبتدع إذن ده نقل خبر وحكم عليه صحيح يلا عند السلفين القاعدة للتعامل معه كيف الكلام ده ده يا أخوانا خبر الصغة يقبل مطلغا يقبل مطلغا طيب حكم الصغة حكم الصغة واحد من اثنين إذا بنلج على حكم إما يكون الرجل اللي تكلم فيه ده وحكم عليه بالبدعة زول إما مجهول أو إنسان لا يعرف له أو لا تعرف له تسكية زول مجهول مغمور ما يعرف له شي جاب لك كلام ده ده وحكم عليه جرح جرحه طوالي الشغع بيت قال يقبل طوائري حكم الصغة فيه طيب إذا كان حكم عليه لكن خولف خالفه زولتاني ده قال مبتدع في عالم آخر قال لا ما مبتدع يختلفوا اثنين صح؟ في الحالة دي نعمل شنو الشغع بيت قال ينظر إلى الدليل الدليل المقدم الإنسان اللي بيطعم فيه بيطعم فيه إذا قدم أدلة وجرح مبين مفصل مفسر خلاص يبقى الجرح هنا مقدم على شنو مقدم على التعديل ده خلاصة ما في هذه الغايدة عشان ما يجي واحد يلعب عليك يقول لك عاي صاح والله هو شيخ ربيع نقل خبر وحكم حكم ونحن نقبل أخبار السغات وما نقبل حكم السغات تقول لين تدر تلعب خبر السغة مقبول مطلغا حكم السغة إما يكون حكم على رجل مجهول أو رجل إما رجل مجهول أو رجل ما له يا أخواننا ما يعرف له تسكية فده يقبل فيه أما رجل مختلف فيه بعضهم يزكيه وبعضهم يطعم فيه إذا قدم دليل يبقى كلامه مقبول والجارح هنا مقدم على المعدل نكتفي بعد الثاني شاء الله نواصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر